رجعاً لا تواخذينا يا جليدة نحنا تفاجئنا لأنه أصلي ما كانت قايلتلنا أنه عندها بنت أخت معك حق أنا كمان ما كنت بعرف أنه عندي خالة أو خال بعدين لحتى تعرفت من أمي قالتلي كل شي قبل ما تتوفى عن جد أمك توفيت؟ الله يرحمها تعيشي يا رب إيه ما كان ناقصنا غير بنت أختها لكني يعني ما كفتنا المصايب السودة اللي إجتنا من وراء رأسها طبعاً أنت تفاجأتي كمان معي معيك حق طبعاً تفاجأت كتير حبيبتي زينب فيك تخبري هوليا مشان جهز غرفة الضيوف لجوليدا بعد إذنك؟ طبعاً ست بلدان أنا كمان ما عرفت شو بدي يساوي الحقيقة ما عندي تليفون ولا شي بنعب بعدين خطرت على بالي جريدة شفتها من قبل كان منشور فيها صورة هي لخالتي والسيد فرهاد وأتعرسون وبعدين صرت إسأل هون وهون لحتى لقيتكم وقت تشوفك خالتك أكيد رح تفرح كتير غيرت لك وجوه المخدات والشراشف كمان أهلاً وسهلاً فيك شكراً كتير لإلك وين غرفة خالتي؟ بصراحة ما إلا غرفة لحالة هي والإستاذ فرهاد قاعدين فوق بالطابق الثاني متحمسة كتير لشوفها إنت رح تجي يا ترى؟ أنا ما بعرف شكراً إلك مرة تانية يلا تصبحي على خير هدول تركت لك يا هون أمي ترجمة نانسي قنقر بس وقعي لي هون إنك استلمتي لغراض بعد إذنك الله يرحمه بنت جوليدا بما إنه هي الرسالة واليوميات وصل لإيدك معناها أكيد رح ارتاح من أوجاعي أو بالأصح شوي منهم مو كلهم لما تقلعنا من البيت أنا وأمي كان عمري 12 سنة ما فهمت شو صار فينا وقتها بتذكر إنه أمي فيقتني بنص الليل وقالت لازم نطلع من البيت بس بعد سنين طويلة أبي اتهمى لأمي بالخيانة بالحقيقة ما كان في هيك شي أمي كان عندك برياء ما قدرت تحمل أكتر أخذتني معا لأنه أصلي وجيم كانوا كتير صغار وبعدها كتبت كتير رسائل لخالك جيم بس مع الأسف ما كان يرد علي أبدا حاولت أمي إنه تشوف أصلي كذا مرة بس جيم مناعة تشوفها أسف لإني خليتك تعيشي بالفقر وما قدرت جيب لك يا ليه بدك يا حقك علي أنا ورسة قدري من أمي بتمنى ما تكون تركتلك هالقدر أمي ماتت وهي مزلولة بتمنى من يلي خلاها تموت هيك إنه يموت بنفس الزل لأنه الإفترة بيخرى ببيوت الناس وبيقتن الأرواح يا بنتي بلش يقتل العالم يا أمي ترجمة ناني أنت ومضطمنا يا ماما أهلا وسهلا أهلين فيك عنا ضيوف مين؟ بنت أخت المدام أصلي بنت كتير حلوة بنت أختها؟ قولسو؟ في شي؟ لا، ما في شي وما في شيء ماركة في الحلوية؟ موسيقى 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 خراس ما بدي اسمع صوتك بنو حاجة دايقني أحسن ما سمي ماكلة كيف كون؟ إن شاء الله مبسطته بعيد الميلاد والله كان كتير حلو يا أختي بتحبي يقولك ليش؟ لأنك مو في شايفين نكتة اللي حكتها خالتك بحكتك كتير آه عبدين دخلك وين مرتك المصونة؟ طلعت تردع نجدة أمي آه ليش مو أنت اللي تبنيته لهذا الولد روح لعنده احتم فيه ولعب معه ما بصير تتركه لحاله يلا عبدين قوم أمي خبريني بس تقومي عن هاد الكرسي اللي قاعدة عليه بما أنه ما فينا نغيرك نغير الكرسي على الأقل ماشي؟ الصبر الصبر لما بيحكوا معك ولادك بهاتطريقة ما بتدايا أي منهم؟ حبيبتي يا تار على قد ما بعرف أنه لا فرهاد ولا يجيت بطيقوا أنهم يطلعوا وشك هاد ما عم بقدر أنه افهم بأي وش بتروحي بتحضر يعيد ميلاد ابن ابنك آه طبعاً أنت تركتي خجلك على جنب ما هيك؟ هالشي ما بيخصي ايه صحيح جيت لعنا بنت أختها لكن تك العزيزة كنا كتير حابين يشوف وشها الحلو اليوم بس الظاهر بتكون مهمومة كتير وينها هلأ؟ أخذتها هوليا وقعدتها بغرفة لضيوف بدي تغير تيابها وأكيد بدي تتحمم و بدي تعود معنا على السفرة ما شاء الله عاملين هذا البيت متل المضافة اشتركوا في القناة